كوالا لنبور ماليزيا مدينةٌ من الجمال تتوهج بالالوان ستشاهد الجمال والحضارة والتاريخ والحداثة تجتمع جميعها في هذه المدينة الرائعة مدينةٌ تستقبل الجميع بذراعيها المفتوحتين وتجعلهم يشعرون بالانتماء والراحة ويقضون اوقاتاً سعيدة في هذا الفيديو سنتعرف على اجمل الاماكن السياحية في كوالا لنبور ثانياً اهم المعلومات التي يجب معرفتها قبل السفر مثل التقص الفنادق المطاعم والاسعار ثالثاً نصائح للمسافرين الى كوالا لنبور اولاً اجمل الاماكن التي تستحق الزيارة برجي التوأم تعد برجي التوأم من اشهر المعالم السياحية في كوالا لنبور حيث يبلغ ارتفاع كل برجٍ اربعمائة واثنين وخمسون متراً ويعتبران اعلى برجين توأم في العالم يمكن للزوار الصعود الى السطح الزجاجي الموجود بين البرجين والاستمتاع باطلالةٍ فريدةٍ على المدينة عند السفر الى كوالا لنبور سياحة لا تفوت زيارة هذا البرج وستكون تجربةً مذهلة وستلتقط الكثير من الصور منتزه الالعاب المائية سانوي لا جون يعد منتزه الالعاب المائية واحداً من افضل الاماكن للترفيه في كوالا لنبور حيث يضم مجموعةً متنوعةً من الالعاب المائية والمغامرات المثيرة من الاماكن السياحية في كوالا لنبور التي تناسب الكبار والصغار لقضاء يومٍ مليءٍ بالمغامرة قرية وكوهوف باتو تعتبر قرية باتو واحدةً من اشهر المعالم السياحية في كوالا لنبور حيث تضم مجموعةً من الكوهوف الطبيعية والتي تشتهر بالمعابد الموجودة داخلها يمكن للزوار الصعود الى القمة والاستمتاع بالاطلالة الرائعة على المنطقة المحيطة المكسوة بالخضرة المنطقة مليئةً بالالوان المبهجة في كل مكانٍ من حولك كما ستقابل الكثير من القرود اللطيفة عبر قناتنا مجموعةً من الفيديوهات تغطي اهم مودن ماليزيا مثل بنانج، سيلانجور، لينكاوي والرابط في الوصف منتزه الطيور الاستوائية يضم منتزه الطيور الاستوائية مجموعةً متنوعةً من الطيور الملونة والمتنوعة من حول العالم ويمكن للزوار التجول في المنطقة المحيطة والاستمتاع بالمناظر الخلابة المنتزه وجهةً مناسبةً لمحب الاسترخاء والهدوء الحي الصيني يضم الحي الصيني مجموعةً من المتاجر التقليدية والمطاعم الشعبية ويعد واحداً من أفضل الأماكن للتصوق فيكوالا لنبور حيث يمكن للزوار العثور على مجموعةً متنوعةً من المنتجات التقليدية والهدايا الفريدة وفيه ستتعرف على ثقافة البلد عن قرب وننصحك بتناول المأكلات المحلية والأسعار فيه مناسبة برج كوالا لنبور يعتبر برج كوالا لنبور واحداً من أعلى المباني في المدينة يبلغ ارتفاعه أربعمائة وواحد وعشرون متراً ويمكن للزوار الصعود إلى السطح الزجاجي الخارجي والاستمتاع بإطلالة رائعة على المدينة ومشاهدة كامل كوالا لنبور من الأعلى حديقة الحيوانات تعد حديقة الحيوانات وحدة من أكبر حدائق الحيوان في ماليزيا وفي آسيا حيث يمكن للزوار الاستمتاع بالتعرف على الحيوانات المختلفة والنادرة من حول العالم ويمكن للأطفال الاستمتاع بالألعاب والأنشطة الترفيهية المختلفة حديقة الفراشات تعد حديقة الفراشات وحدة من أجمل الأماكن الجميلة والهادئة في كوالا لنبور ماليزيا يمكن للزوار التعرف على الفراشات الملونة والنادرة والاستمتاع بالمناظر الخلابة المحيطة بالحديقة وهي من أفضل وجهات العوائل في كوالا لنبور للسياحة ادعم قناتنا بالضغط على لايك إذا أعجبك الفيديو سوق جايا يعد سوق جايا واحدا من أفضل الأماكن للتسوق في كوالا لنبور حيث يمكن للزوار الاستمتاع بالتسوق في مجموعة متنوعة من المحلات التجارية والمطاعم الرائعة وهو من أكبر أماكن التسوق في جنوب شرق آسيا وبه منتجات بأسعار اقتصادية حديقة بردانا النباتية واحدة من أفضل الحدائق في كوالا لنبور وفي سياحة ماليزيا بشكل عام وهي مكان رائع للاستمتاع بالطبيعة والتخفيف من ضغوط الحياة اليومية تضم الحديقة مجموعة كبيرة من النباتات والأشجار المختلفة بما في ذلك الأشجار الاستوائية والنباتات المزهرة والنباتات الطبية والعديد من الأنواع النادرة تحتوي حديقة بردانا النباتية أيضا على بحيرة جميلة وأكشاك ومناطق جلوس مريحة كولومبو ستورغايد دليلك السياحي الأمين لتخطط لرحلة سعيدة ثانيا أهم المعلومات عن كوالا لنبور ما هو طقس كوالا لنبور؟ تشهد كوالا لنبور طقسا استوائيا مداريا حيث يكون الجو حارا ورطبا طوال العام مع درجات حرارة تتراوح بين خمس وعشرين درجة وخمس وثلاثين درجة مئوية ما هو أفضل وقت للسفر إلى كوالا لنبور؟ يمكن زيارة كوالا لنبور طوال العام ولكن الفترة المفضلة للسفر هي من ديسمبر إلى فبراير حيث يكون الطقس مشمسا وجافا وتكون درجات الحرارة أقل نسبيا في هذه الفترة ومن المفضل تجنب فصل الرطوبة التي تستمر من مايو حتى سبتمبر لأن الأمطار غزيرة والرطوبة مرتفعة ما يعوق الاستمتاع بالأنشطة في بعض الأوقات يمكن قضاء ثلاثة إلى أربعة أيام في كوالا لنبور لزيارة المعالم السياحية الرئيسية والتمتع بالطعام والتسوق هل شرب مياه الصنبور أمن في كوالا لنبور؟ لا يوصى بشرب مياه الصنابير في كوالا لنبور يفضل شرب المياه المعبأة في زجاجات ويمكن شراءها بسهولة من المتاجر والمطاعم والفنادق ما هو متوسط أسعار مطاعم كوالا لنبور؟ مطاعم الشارع والمطاعم الشعبية من ثلاث إلى خمس دولار مطاعم الوجبات السريعة من ثلاث إلى ست دولار مطاعم المأكلات الأسيوية من خمس إلى خمسة عشر دولار كما يوجد مطاعم فاخرة بداية من ثلاثين دولار أمريكي تعرف على معلومات وأسعار محدثة عن كوالا لنبور في موقعنا والرابط في الوصف ما هو متوسط أسعار فنادق كوالا لنبور؟ سعر الليلة الواحدة في فنادق نجمة واحدة في المتوسط عشرين دولار بينما يتراوح سعر الليلة الواحدة في فنادق ثلاثة نجوم خمسون دولار أما الخمس نجوم فتبدأ من ماء الدولار نصائح هامة للسياح في كوالا لنبور تجنب شراء منتجات الحياة البرية المهددة بالانقراض احترام العادات والتقاليد المحلية وارتداء الملابس المناسبة عند زيارة المواقع الدينية عليك الاستعداد للتقصي وخذ معك ملابس قطنية خفيفة وحذاء مع نظارة شمسية وكريم واقي من الشمس لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد